اهلا بكم من جديد استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم معاليا السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعاليا السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بالمجلسين وذلك لاستلام على جلالته بمناسبة إقرار قانون الأسر الموحد ورحب صاحب الجلالة بالجميع وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن كما أعرب عن شكره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على دورهم وجهودهم في تبني وإنجاز قانون الأسر الموحد مؤكدا جلالته أن أعضاء السلطة التشريعية كانوا على قدر كبير من المسؤولية ووضعوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار من خلال إقرار هذا القانون المهم وما تجلى من إرادة وطنية تمثلت في التصويت عليه بالإجماع تأكيدا على هميته حيث يستمد هذا القانون ضرورته من واقع حاجات الأسرة ومتطلبات المجتمع وعلى ما تم إنجازهم من قوانين الميزانية العامة والتطوير العقاري والعقوبات والتدامير البديلة حيث تعتبر هذه الدورة لمجلسي الشورى والنواب مميزة عن سابقتها من الإنجازات الأكبر والأشمل كما أعرب جلالة الملك المفدر عاه الله عن شكره لسمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على جهود الخير ولأصحاب الفضيلة والسماح أعضاء اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني على ما بذلوه من جهد كبير تكلل بهذا المنجز البحريني الذي قدم من خلاله إضاءة علمية على حجم المشتركات الفقهية بين المذاهب الإسلامية يمثل هذا القانون مطلبا أساسيا لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية معربا جلالته رعاه الله عن اعتزازه بصدور قانون أحكام الأسرة مؤكدا أنه يمثل منجزا يضاف إلى سجل نهضتنا الشاملة وفصلا جديدا من تطور المنظومة القانونية التي تعنى بحماية كيان الأسرة وهو أنجاز يفخر به كل بحريني وبحرينية حيث يعزز المكانة الرفيع لمملكة البحرين ودورها الريادي بين دول العالم المتقدمة والمتحضرة مشيدا وشاكرا جلالته كذلك جهود المجلس الأعلى للمرأة ودعمه ومساندته لإصدار قانون الأسرة الموحد والذي سيستم في ترسيخ استقرار الأسرة والمرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني لكونها مربية الأجل وأضاف جلالته رعاه الله لقد جاء أمرنا بتشكيل اللجنة الشرعية لدراسة قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية تجسيدا لحرص على أن يكون القانون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأن البحرين كانت وستبقى راعية للحريات حقوق جميع أبنائها وهو النهج المتجذر في أعماق تاريخنا المشرق إيمانا عميقا بهويتنا العربية الإسلامية الجامعة وأنه بوحدتنا وترابطنا نحقق معا المزيد من القوة والبناء والعزة مشيدا العاهل المفدى أيده الله بدور السلطة التشعية في خدمة المسيرة التنموية والدفاع عن قضايا الوطن وتبني قضايا المواطنين وتطوير القوانين والتشجيعات التي تؤكد أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات وقد رفع رئيساء مجلسي الشورى والنواب ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان إلى الملك المفدى بلغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على دور جلالته الكبير ودعم لهذه القانون بتفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع القانون الذي يأتي كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك سائلنا الله أن يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير والتنمية والتطور في المملكة التي تنعم بفضل قيادة جلالته بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار